المشاهدين مرسي الأهرام الصفحة الأولى القوى السياسية تواصل رفضها تأسيسية الدستور اليوم السابع صفحة الأولى الإخوان تشن حرب المظاهرات والمنشورات ضد الجنزوري الشروق الصفحة الأولى السنديء الخاصة الأزمة القادمة بين الحكومة والبرلمان اليوم السابع صفحة الأولى بريطانيا تطلب دمانات مصرية جديدة لتسليم غالي ورشيد وأسبانيا تحقق فيه شراء مجدي راسخ عقارات بمدريد لصالح مبارك الأهرام الصفحة الأولى موكب أبو اسماعيل يشعل سباق الرئاسة نبدأ بالخبر الأول من الشروق يعني طبعا من مقاركة الدستور ما زالت مستمرة زي ما احنا شايفين المسائل يبدو أنه مش الأطراف مش عايزة توصل لحل وخاصة الأطراف اللي هي منها الأطراف المسائطرة على الجماعة التأسسية يعني احنا محتاجين حل حالة الموضوع خلال الفترة القادمة لأن احنا دخلين يعني على انتخابات رئاسة فبالتالي إذا ما تحللتش مشكلة الدستور وحاصة انتخابات رئاسة نخش في موازق سياسي جديد طب الرئيس الجديد حيحكم بأي سلطات إلا آخر يعني ففي النهاية احنا مسألة الدستور يعني هي هو الأصل أنه يبقى فيه دستور يعني يمنع استبداد يعني احنا مفروض أن احنا بعد ثورة عنينا من نظام حكم باستبداد باحتكار من حزب معين أنه قليات حكم أفرزت استبداد واحتكار للمشهد سياسي فاحنا عايزين يعني كذا حزب يشتركه في إصدار الدستور عشان الوضع يتغير ما يبقاش برضو سيطارة زي الدستور اللي فيه يعني احنا كل الهدف من الدستور الجديد في النهاية أنه يضمن أنه مدانية الدولة الحقوق والواجبات وعدم التمييز إلى آخر كل هذه الحقوق المتعرف عليها والمنصوص عليها حتى في دستور 71 المعلق فبالتالي كل الهدف دلوقتي أنه احنا نمنع استبداد وسيطرت وهي منت جماعة معينة أو حزب معين أو فصيل معين على الدستور أو مقدرات أمة ومصير أمة لأنه دستير دائما في حياة الأمم هي دستير دائما ولكن الأغلبيات والبرلمانات هي برلمانات زائلة في النهاية الذي له الأغلبية اليوم لاست له الأغلبية غدا فإحنا اللي نعمله دلوقتي هنمشي عليه فترة طويلة جدا يعني عما نغير دستور تاني فإحنا مش عايزين دستور يبقى يعني للوقت اللي إحنا فيه بس إنه فيه سيطرة قوى إسلامية مش عاوزين دستور مؤقت يعني إحنا مش عاوزين دستور مؤقت إحنا عاوزين دستور دائما دستور دائما يأتي بالتوافق الوطني مش سيطرة أو هيمنة جماعة لأنه ليس وثيقة حزبية أو ليس مشروع قانون داخل مجلس الشعب أو مجلس الشورى ده دستور أمة بيحدد شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم شكل العلاقة بين أغطياف المجتمع شكل النظام السياسي للدولة المصرية الجديدة اللي إحنا بنعمل لأنها بالفعل يعني دولة تكون دولة جديدة دولة قائمة على مبادئ العدل والحرية والتسامح والمساواة في الحقوق وتجربة التمييز والآخر والمواطنة والدولة المدنية فبالتالي كل ده اللي إحنا بنأمله في الدستور القادم إنما المسألة يبدو أنه يعني مسألة العناد ومسألة الصراع ما بين من يسيطر على الآخر هي المزاة المتحكمة الآن في لغة الحوار المسألة محتاجة بالفعل الوعي بأن هذا الدستور ليس ملكا لأحد الدستور هو ملكا للمصر وملكا للشعب المصري هو الذي يضعه والذي يجب أن يشارك فيه وليس بأن الأغلبية إذا كان يعني زي مقولة ممكن أنا كاتبها النهاردة اللي قالها الكواجبي أو فيلدسوق أو كاتب مؤرخ إنجليزي أن السلطة مطلقة مفسدة مطلقة يعني في النهاية إذا كنت أنت عايز تهيمن فبالتالي ده نوع من أنواع يعني احتكار السلطات أنواع يعني مش عايز أقول من الهيمنة فبالتالي أنت عايز تحط دستور بالتالي لا استطيع أن أنا أحاسبك بعد ذلك فهي مسألة يجب أن نصل إلى نقطة حوار إلى نقطة توافق وإدارات التوافق يجب أن تعي الأغلبية الحالية أنها ليست هي الأغلبية التي تعبر عن كل أطياف الشعب عندما ندع الدستور هناك فارق كبير بين الأغلبية البرلمانية ووضع الدستور المصر الخبر التاني مصطفى النجار يكشف أسرار الحوار بين المشير ومحمد مرسي يعني طبعا المسألة برضو متعلقة يعني الدكتور مصطفى النجار أو عضو مجل الشعب كان حاضر الاجتماع اللي دعا إليه سيادة المشير محمد حسين طنطوي لحل حالة الأزمة لأنه في النهاية ومازال المجلس على القوات المسلحة والمجلس العسكري هو المسؤول عن إدارة أمور البلاد فبالتالي عندما المسألة الأزمة وصلت لنقطة التعقد دعا كل الأطراف لحالة الأزمة على الأقل للوصول إلى صيغة في ظل تمسك كل طرف وخاصة طيار الأغلبية في البرلمان بالهيمنة على الجماعية تأسير الدصول فدعا للحوار طبعا الحوار زي ما الدكتور مصطفى بيكشف فيه أشهد شد وجذب يعني الأسف وصل في النهاية لتوصيات ولاست أمور ملزمة يعني حتى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لكن دي توصيات مش ملزمة وأن احنا يعني ممكن نوسع القاعدة المشاركة وممكن على الأقل أن نخفض من عدد جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة في الجماعية التاسسية يعني هي برضو هي المسألة بتصب في إطار أنه يعني محتاجين إحنا يعني تعقل محتاجين على الأقل فهم ووعي لطبيعة المرحلة يمكن المشير قال أن المرحلة خطيرة جدا والمسألة بتستدعي أنه دستور ده دستور توفق يدعو الجميع ولهي سيدعو الأغلبية مش انتخابات برلمانية وده اتقال والمسألة ما إحنا مش محتاجين مسألة إقصاء يعني أنه حزب الأغلبية دلوقتي بيتبع سياسة الإقصاء باقي الأطراف القوة السياسية في وضع المجمع يعني كل الناس لازم هي متوفقة على الدستور يعني بالتأكيد أصل الدستير يعني في العالم زي ما قلنا قبل كده يعني هي مسألة بعيدة عن مسألة البرلمان إذا كان البرلمان هيشارك فيها فأعتقد بالنسبة لا تكون بالنسبة التي تحطت الليل 50-50 على الأقل لو قلنا 20% أو 15% جايز لكن في النهاية أنه في النهاية الدستير دي جماعات تسسية جماعات تسسية بتتشكل الجماعات تسسية بتعبر عن كل أطياف المجتمع خاصة من أساساتيزة قانون ومن النقابات ومن أحزاب إلى آخره فبالتالي نوعات هذه الجماعات تسسية بتعمل جلسات حوار مش حتى ما تحط الدستور وبعد ذلك بتعمل جلسات حوار موسعة طويلة قد تستغلق شهر أو شهرين مع كل فئات المجتمع ثم تجلس هذه الأراء والمقترحات من خلال الجلسات المفتوحة دي لنصوص دستورية في النهاية بتعبر عن صيغة الدستور القادمة يعني المسألة كبيرة جماعة مش مسألة أننا حزب الأغلبية حزب الأغلبية في انتخابات ولكن مش في وضع دستور لأن انت بكرة بالتأكيد مش هتكون أغلبية وده تأكيد يعني مش هتكون أغلبية يعني مش عاوزين المسألة توصل لي المصالح الحزبية الضيقة والمصالح العقائدية اللي هي في النهاية مش هتقدي إلى حل سليم وش هتنتقلنا النقلة اللي احنا تمناها يعني احنا فعلا نتمنى دستور جيد يتوافق عليه الجميع حتى ننتقل بعد ذلك إلى انتخابات الرئاسة بس في النهاية لازم تحسم هذه المعركة فبالتالي أنا أعتقد أنه هذا هو دور المجلس العسكري لأن المجلس العسكري تطرحات سابقة قبل كده على لسان الفريق عنان قال أنه مدنية الدولة هي خط أحمر يعني في النهاية مش عاوزين الدستور يقاتي معبرا عن فكر معين أو عن منهج طيار معين أو فصيل معين يعني في النهاية عاوزين دستور يعبر عن دولة مدنية عن دولة مدنية لها تاريخها ولها حضرتها ولها عراقتها يعني في النهاية مش عاييجي دستور يضع يعني دستور مفروض يستمر لخمسين سنة أو مئة سنة وفي دستير على فكرة بتتغير زي الدستور الأمريكي يعني اللي بقى لأكتر مئتين سنة فبالتالي مش عايزين دستور يبقى دستور مؤقتات الأغلبية اللي بعد كده تغيره والخش يعني دستير الدول مش كده يعني نتكلم عن دستير ما نسمعناش في فرنسا أنه كل شوية غير دستور أو في أمريكا بريطانيا ممكن ملهاش دستور نص واحد مكتوب يعني يعني ما نسمعناش أنه كل شوية دستير بتتغير يعني الدول الدول العريقة والدول المحترمة والديمقراطية بتدع دستير لتدوم صح إذا أخذ بالك إذا أخذ بالك بريطانيا دستور مش مكتوب لا يوجد وثيقة هم متفقين مجموعة قوانين وممارسات ديمقراطية عطيقة في التجربة الديمقراطية العتيدة لبريطانيا معتمدنا يعني أمريكا دستور قديم جدا يعني من أول ودع شكل الدولة يعني ودع شكل الدولة السياسي وفرنسا وكذا فبالتالي يعني إحنا مش عايزين بقى كل شوية يجي للمرات دستور فالأغلبية المرة الجاية الله أعلم أن تكون أي أغلبية سواء أغلبية للطائرات المدنية أو الليبرالية هي اللي تحط الدستور وهكذا ونخش في دوامة كل أربع سنين أو كل ثمان سنين في دوامة الدستور إحنا عايزين يبقى فيه دستور دائم يعبر بالفعل عن كل أطياف المجتمع وكل فصائله يعني مش مسألة لا ده الدستور ده بتاع لا ده الدستور بتاعك لا دستور بتاعنا كلنا يعني المسألة مش مش بتاع حد معين في هذا المجتمع فبالتالي تفاصيل الاجتماع يعني أنا أرجو أنه بالفعل إخواننا الحرية والعدالة وجامعة الإخوان المسلمين يعني أنا أرجو أنهم ما يدوش ناسهم لوحدهم في المشهد السياسي لو نتعلم من اللي حصل قبل كده مش عايزين حد يسيطر قوي علشان يعني احنا شفنا يعني الشعب بيصور يعني أنا مش عايز نعيد للتاريخ لأنه بصراحة زي المقولة الشهيرة يعني التاريخ عندما أحدث لأول مرة فهو مأساة عندما تكرر التاريخ فهو ملها هتبقى ملها حقية ولكنها أعتقد هبقى أزمة للجميع ليست للإخوان وحدهم هتبقى محنة للجميع محنة للجماعة محنة للشعب ومحن المصر في ظل هذه الظروف الدقيقة فأنا مش عايز يعني حتى الجماعة الإخوان المسلمين يعني تكتشف فاجأة أنها بالفعل يعني في زاوية وباقي القوى المدنية حتى القوى الإسلامية الأخرى اللي هي الطيار السلفي قد يكون يعني من تصرحات قياداته أنه على الأقل تصرحات متعقلة رغم أننا مكناش متوقعين ده أنه بيدعو للتوافق أنه حتى موقفه من سحب الثقة من الحكومة موقف متعقل مختلف عن موقف الإخوان المسلمين إلى آخر يعني هو الخوف أنه يجد الإخوان أنفسه موحز بالحاول العدالة اللي بيمسل الجماعة في مكان وباقي القوى الإسلامية في مكان آخر وأعتقد المسألة مش عايزين نعيد إنتاج مرة أخرى الحزب الوطني المنحل ولأنها تبقى ملها حقية بالفعل وأن دروس التاريخ أو دروس السورة لم تؤخذ في الاعتبار أو لم يعتبر بها أحدين طيب الخبر التالت القوى السياسية تواصل رفضات السيد الدستور يعني برضو تقريبا تقريبا نفس الحكاية لأنه بالفعل المسألة يعني عندما نضع دستور أو جمعية تأساسية يعني إحنا يعني إن شاء الله يعني مصر اللي بيشارك أساتذ القدور الدستوري فيها في وضع قوانين في العالم سواء العالم العربي أو حتى في تركيا أو غيرها يعني مش معقول أن احنا مش عارفين نعمل جمعية تأساسية محترمة يشكلها على أقل الغلبية من أساتذة القانون الدستوري أو من الخبراء اللي وضعوا إحنا عندنا ناس قانون الدستوري شاركوا في وضع قانون في دستور 71 يعني هو بالمناسبة زي ما بيقال دستور 71 هو نص جيد لسلطة سيئة يعني هو كان بالفعل دستور جيد لسلطة أسات استخدام هذا الدستور وقامت بإجراء عدة تعدلات فيه بالتالي إحنا عندنا من 71 زي الدكتور إبراهيم درويش دكتور عبد جيد مصطفى يعني أسماء توريح الجمل أسماء كثيرة جدا شاركة في وضع دستور 71 مش موجودة في هذه اللجنة أسماء الشخصات العامة ناخد رأيهم حتى مش موجودة حتى في الانسواف الاحتياطي أو في الأعضاء الأساسيين للجامعات السياة اللي نشكلها البرلمان فبالتالي يعني مش معقول أن مصر داية كل هذه الخبرات من الأساتيز الأفاضل والإجلاء وما نكونش موجودين في تشكيل الجامعية الأساسية يعني دي دو وضع الدستور فهي المسألة يعني هي محتاجة يبقى فتح حوار مجتمعي من جامعية أساسية مختارة تعبر عن الجميع وبالرأي أنها تكون خارج البرلمان يعني إذا كان بالفعل الفترات اللي فاتت شهدت أن بعض البرلمانات تشاركت في دول أخرى ما البرلمان لو مشارك فيها لأنه البرلمان هو في النهاية هو وظفته الرقابة والتشريع مش وضع الدستور يعني الشعب يعني بعض اللي قولك أنه نمثل الشعب لا هو الشعب يختارك الانتخابات برلمانية من أجل الرقابة على أداء الحكومة ووضع تشريعات يعني مغيرة وبالتالي يكون أبطالها هم على الأقل كل فئات المجتمع عساسة تقارون الدستور النقابات إلى آخره فبالتالي هي المسألة تفضل التخوفات يعني هو سبب هذا يعني نزول لهذا التباعد أنه القوة المدنية نسميها أو اليسارية والليبرالية أنها يعني كان هنا داها تخوفات وللأسف دا ظهر من ممارسات الطيار أو الطيار الإسلام السياسي وخاصة الطيار الإخوان يعني من بداية من تصرحاته قبل مجرد قبل الانتخابات ثم أثناء الانتخابات ثم حاليا يعني كلها بتراجع عنها فده أثار مخاوف القوة المدنية الأخرى بسبب ممارسات الطيار الإسلام السياسي حي المسألة فيه فجوة عدم عدم ثقة فيه فجوة أنه البعض القوة السياسية الأخرى شايفة أنه الإخوان بيسعود الهيمنة والاستحواز والاحتكار أو بالبلدي أو بالتكويش يعني بمعنى صح على كل على كل شيء كمه لازم نتعلم فعلا من اللي فاته محدد باقي كوش على البلد لازم نتعلم الحمل الوطني لا يستطيع أن نتحمله الإخوان وحده يعني أنا أعتقد أنا مش يعني مش عايز أقول أنه من مسألة أن الإخوان فيه تراجع في الشعبية بلا شك فيه في خلال الشهرين اللي فاته بسبب الأداء في مجلس الشعب وبسبب المحاولة الاحتكار السياسي فبالتالي أنه الحمل الوطني في مصر لا يتحمله الإخوان مش عايزين الناس تحتقن عشان ما يحصلش ثورة بالزبط تمام اليوم السابع الخبر من الصفحة الأولى الإخوان تشن حرب المظاهرات والمنشورات ضد الجنزوري يعني هي دي برضو المعركة غير مفهومة يعني يعني هي طبعا وتعمل عليها رسوم رسوم كاركاتير كتير جدا يعني هل مصود الإخوان أو هجوم الإخوان على الجنزوري أو حكومة الجنزوري هو ده الهدف ولا هناك هدف آخر يعني في النهاية تضرب في مكان عشان تلاقي في مكان آخر تحقق هدف آخر هي دي القصة يعني حتى برضو زي ما قلت أنه حتى الطيار السلفي مش موافع على ده نظرا لضيق المرحلة وأنه خلاص خلاص فعلا يعني كانت شهرين ثلاثة فعلا وخلاص بأكد فهي مسألة يعني ده هل ده توزيع أدوار وخاصة ليه المزارات قامت في اسكندرية بس ما قامتش هنا والفترة اللي فات كنا شايفين أنه بعد الخفوط حدد الصراع ما بين المجلس العسكري وما بين الإخوان بدأ أن الإخوان يظهروا تراجعات حوالين صحب الثقة من الحكومة يعني هي مسألة توزيع الأدوار اللي احنا كل شوية بنشوفه من جماعة الإخوان يعني ده برضو اللي بيخلي فيه عدم ثقة يعني عدم وضوع أهداف وعدم وضوع رؤية أنت عاوز تشيل حكومة الجنزولي بقول لي عني الهدف اللي أنت عاوز وأنه تفسيرات كثيرة في هذه المنطقة يعني ترددت خلال فترة اللي فاتت يعني أنت عايز تحقق مطالب معينة فبتضغط بساحب الثقة من حكومة الجنزولي خليك وضع هيبقى فيه وضوع فيه التعامل السياسي يعني فيه دكتور بيتعامل وفيه يعني فيه خلاص انتخابات رئاسة يعني ده مش وقت يعني هي برضو مهدوسي يعني مسألة تحصحب الصغة من دكتور الجنزولي عشان نكون بس يعني 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 وعين مسألة هي مسألة يعني واضح أنه فيه ميل فيه عند حزب الحرية والعدالة وجامة الإخوان أنه النظام الدستور القادم أو الدستور القادم يبقى الشكل الحكومي يبقى أو الشكل السياسي يبقى فيه نزام برلماني شوية فبالتالي أنهم على الأقل يكون لهم تواجد وتقليل سلطات الرئيس فهي مسألة من هنا جاءت ضغط على قالت الدكتور الجنزولي مسألة الضغط أن البرلمان لحق قالت الحكومة والآخره يعني كسب مزايا معينة عند وضع الدستور طيب الخبر الخامس معينا من الشروق صفحة الأولى السنديق الخاصة الأزمة القادمة بين الحكومة والبرلمان يعني طبعا الموضوع السنديق الخاصة ده يعني طبعا اكتشفناه مش اكتشاف يعني كان موجود ولكنه يعني في حاجات اللي يسمى المسكوت عنها يعني المسكوت عنها كتير جدا في مصر اكتشفناها بعد سقوط النظام السابق من وداع من حسابات خاصة إلى آخره منها هذه السنديق الخاصة يعني الميزانية الدولة أو رقابة وزارة المالية وبتحقق أغراض معينة للهيئات أو الوزارات أو المؤسسات المختلفة في الدولة يعني هذه هي المشكلة مش في السنديق الخاصة قادمة سنديق خاصة يعني ده قادمة شيء معترب به مثلا ولكنه في النهاية الناس ما كانتش عارفة ايه واجه الانفاق اللي كانت الاموال داخل السنديق دي بتنفق فيها وهل بتنفق في الطرق السليمة أو في الهداف المحددة لها يعني هو ده كان حاولين السؤال لأن الفلوش كتيرة جدا زي بقولوه المسألة كان في أحيانا البعض بيذهب إلى أن السنديق الخاصة في الدولة دي اللي هي ليست في المزنية الدولة قد تتجاوز 90 مليار جنيه البعض التاني كان شاء أن هي بيحددها حاليا بينها 36 مليار جنيه أي كان إذن فهو مبلغ مبلغ كبير جدا مفروض يتحدد يعني يتعرف يعني يروح في مكان وستحيق في المصار أي مصار الأدوات الرقاب عليه لأن الفساد اللي كان موجود في الدولة في الفطرة اللي فاتت يعني بيخلي فيه عدم ثقة أو ما فيه ثقة خالص في كل الأموال الموجودة وأين كانت تنفق وفي أي أوج انفق للمرحلة الحالية فهذه المعركة أعتقد هي مش أزمة لأن الحكومة الحالية ستكون مسؤولة عنها لكن هي مسألة توضيح هل هذه السناطيق بالفعل يمكن ضم بعضها أو غلابياتها إلى الميزانية الدولة لي يعني على الأقل انتشال الميزانية من الأزمات اللي هي بتمر بيها زي المفروض العجز فيها حاليا أم المسألة بمحتاجة أدوات رقابة فعالة أكتر لهذه الميزانية محتاجين بالفعل نفكر في آلية أخرى لهذه السناطيق قصة أنه يعني زي ما اسمعنا أحد المسؤولين أو القادة في القوات المسلحة أو المسؤولين عن الشؤون المليئة والإدارية قال أننا بنفكر أننا بندرس أننا ناخد خمسة مليار جنيه من السناطيق الخاصة فهي مسألة محتاجة بالفعل ما بقاش أن أنا عندي يعني مصاري متوازيين عندي ميزانية دولة وعندي سناطيق سناطيق خاصة محتاجين نحن في ظل هذه الظروف نحن يعني بنزهب فيها نحن عايزين نقترد والفكر نقترد من صندوق النقد 3.5 مليار أو من بنك الدول اللي مش عارف مليار وإحنا نستطيع أن نحن وفق لأدوات رقابة معينة أن نحن نحصل منها في هذه الظروف الصعبة والتوقيت الصعب على أموال تساعد في حل الأزمات المتتالية الحالية في الدولة أو اللي بواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية الخبر سادس معينة اللي هو من اليوم السابع صفحة الأولى بريطانيا تطلب دمانات مصرية جديدة لتسليم غالي ورشيد وأسبانيا تحقق فيه شراء مجد راسخ عقارات بمدريد لصالح مبارك يا رابا أثبت الوزير المالية للأسبق ووزير للصناعة يعني هي مسألة برضو بالنسبة لبريطانيا يعني مسألة أعتقد أنها معقدة لأننا عارفين بريطانيا ما لهاش اتفاقية تسليم أو تبادل مجرمين مع دول عالم مش مع مصر بس ودي مشكلة ما بينها وما بين عدد كبير من الدول العالم وليست مصر إذا كان هناك بالفعل نية لتسليم غالي ورشيد يعتقد المسألة هتاخد وقت طويل جدا لأنه يعني لديها بعض الجزر التي تعتمد على غسيل أموال أو على الأقل أنها هذه البنوقة في بعض الجزر مثل جزر كايبن أو جرينلند أو حاجة زي كده أنه لديها بنوك يعني بتستعوذ على كل الأموال المهربة من العالم مش من مصر بس يعني مصر دي حاجة بسيطة يعني أحد عايز يهرب فلوسه يعني بيتبقى في البنوكة بالتالي عشان كده بتستفيد بريطانيا بالتأكيد أو بتستفيد الاقتصاد البريطاني من هذه الأموال بصورة أو بأخرى يعني فمسألة تسليم غالي ورشيد يعني أنا أعتقد المسألة هتبقى يعني فيها نوع من التعقيد الشوائية هتحتاج مفاوضات أكثر محتاج لضمانات إذا كان بالفعل ضمانات البريطانيا بتطلبها زي إجراء محاكمة عادلة أو الآخر يمكن أسبانيا الموضوع بيختلف لأن أسبانيا فيه اتفاقية تبادل بيننا وبينها زي ما وفقوا على تسليم حسين سالم شرط أنه على الأقل توصلوا لي اتفاق ضمن كده أنه على الأقل يبقى يقضي فترة عقوبته جزء من العقوبة في أسبانيا المسألة هنا مختلفة لأنه يعني بريطانيا يعني نحتاجين أولا يكون بيننا وبينها اتفاقية تسليم أو تبادل محكوم عليهم أو مجرمين حتى نبدأ نتحدث في تسليم يوسف بطرس غالي أو رشيد محمد رشيد أو كتير لأنه لدينا تقريبا حسب الإحصائيات تلاتين شخصية من المجد راسخ بالمناسبة تلاتين شخصية مصرية عليها أحكام أو هاربة خارج مصر في في عاصمة الضواوي يعني في لندن تحديدا يعني تلاتين شخصية مصرية مش بس بطرس غالي أو رشيد محمد رشيد أستاذ عادل نكملها بس ما عليش إن شاء الله نمورك جاي شكرا جاي خلاص نرسي لحضر مشاهدينا كده تكون خلصت معنا فقرة الصحافة دلوقتي يكون معنا تقرير تحت عنوان الاقتصاد المصري عام من الثورة هنشوف التقرير ونرجع نكمل بقى فقراتنا